اشتركوا في القناة احاول اني اوجد شيء ما كنت بعرفه من قبل او اني صحح مفهوم خاطئ كان موجود عندي وعن بعض الزملاء المحيطين فيني طبعا بالاضافة لهيك فالموضوع الشخصي هو اني كنت حابب اني اعرف بعد مرور اكتر ان 14 سنة من تطبيقي لأول زريعة تقويمية سريريا بعياتي في دمشق هل انا التكنيك اللي عم اعمله صحيح هل هو افضل ما يمكن تقديمه لمريضي هل الزريعات اللي عم استخدمها هي مثالية وليش في زريعات عندي عم تفشل رغم كل احتياطات اللي عم اعملها لهيك التحضير المحاضرة كان ممتع جدا لانه كنت عم حضر لنفسي قبل ما حضر للزملاء اللي عم يتابعوني اليوم المحاضرة ان شاء الله هتكون على عدة اجزاء نظرا لطولة وحتى تقدر قدم تغطية كاملة للموضوع ابتداء بشو هي الزريعات التقويمية مرورا بالخصائص اللي لازم تتوفر بالزريعات لحتشتريها وتطبقها لمرضاك بعياتك وانتهاء بطرق تطبيقها واستخداماتها البرزنتيشنز اللي حنعملهم ان شاء الله حيكونوا موجهين للطلاب الجدد في عالم التقويم كمان حيكونوا موجهين للزملاء الاطباء من اختصاصات تانية واللي حابين يعرفوا اكتر عن الموضوع وبالنسبة لزملاءنا الاختصاصيين بمجال التقويم اللي حابين يعيشوا مثلي تجربة اعادة تقويم رحلتهم مع الزريعات التقويمية ويحاولوا يطوروا من اداءهم فهيك برزنتيشنز بيحيكون مفيدين ان شاء الله طبعا احنا سميتها الزريعات تقويم من الف للياء لانه هنحاول نغطي اكبر قدر ممكن من الاشياء المتعلقة بالزريعات من الناحية النظرية والناحية السريرية بداية خليني اعرفكم بحالي انا دكتور خالد كاتب اخصائي تقويم اسنان حصلت على شهادتي بطب الاسنان بالالفين وثلاثة وحصلت على دبلوما في تقويم الاسنان بالالفين وستة من جامعة دمشق والماستر كمان من جامعة دمشق بالالفين واثناش بالالفين ووحد وعشرين حصلت على الهوسبتل منج من دبلوما عم اشتغل انا بداية بداية كانت في مدينة دمشق بدأت عياتي بالالفين وستة ومارست مهنة تقويم الاسنان وبعدين طلت دبي بالالفين وثلاثة وحاليا انا عم اشتغل بمدينة العين في دولة الامارات العربية المتحدة في البداية خليني نحكي شو هي الزريعات التقويمية او الميني سكروس او التادز تمام حنحكي عن التعريفات والشارح بسيط عن هاد الموضوع هلا بداية في كتير مرادفات ل الكلمة هاي للميني سكروس او زريعات تقويمية الميني سكروس الميني امبلانت المايكرو امبلانت البين بلانت والأورثو امبلانت والتنبوري انكوريش ديفايس التادز هذا بيعمل شوية إرباكات خاصة عند أطباء الجداد أو الخارجين الجدد وقت بقيروا بحوث أنه بيتلخبطوا بهذا الموضوع الآن بال2004 الجمعية الأميركية لتقويم الأسنان بالاجتمعت وقاموا باستبعاد مصطلح مايكرو يعنيه غير دقيق لأنه حتى لا تطلق على شيء اسمه مصطلح مايكرو لازم يكون حجمه أقل من 10 أو 6 أو بال10 أو 6 بين أس واستبعدوا مصطلح سكرو أو البرغي من الاستخدام لوحده من دون إضافات أخرى قبله أو بعده بسبب الدلالة السلبية اللي ممكن تنفهم منه فطبعا نحن ما نشغالين بورشة إحدادة لهيك استبعدوا هذا المصطلح واعتمدوا بهذا الاجتماع مصطلحين مصطلح Temporary Anchorage Device أو TAD أو يعني بالعربي ترجمته جهاز أو أداة الدعم أو الإرساء المؤقت واعتمدوا الميني سكرو طبعا المصطلح الأكثر رواجا باللغة العربية هو الزريعات التقويمية والمشتقة من تصغير الزرعة تعريفا الزرعية هي أداية تم تثبيتها بشكل مؤقت في العظم لتعزيز الدعم أو الإرساء إما عبر تثبيت الكتلة السنية الداعمة مثل ما شايفين هون تمام ومنعها من الحركة بشكل مباشر أو بتم عن طريق غير مباشر عن طريق إضغاء الحاجة لاستخدام الكتلة السنية الداعمة من الأساس لتحريك الأسنان تقويميا ويتم إزالة الزريعات التقويمية من العظم بعد الانتهاء من دورها هذا التعريف تبع الزريعات التقويمية مثل ما لاحظنا فيه عن التكنيكس للدام هو عن طريق الشكل مباشر وبشكل غير مباشر طبعا نحكي بالتفصيل المملع عن هذا الموضوع لاحقا ولكن هذا التعريف سريع للزريعات التقويمية خلينا نحكي شوي عن تاريخ الزريعات بتذكر أول كورة الزريعات التقويمية حضرته كان بال2007 كان الموضوع لسه في بدايته في منطقتنا العربية ولكن تاريخ الزريعات التقويمية أقدم من هالفترة أقدم من فترة الألفينات طبعا نحكيه بسنة 1945 أول مرة بتنطرح فكرة الإرساء أو الدعم العظمي أو الهيكلي في مجال التقويم عن طريق جاينفورث وهايلي وضعوا براغي من الفيتاليوم بالعظم القاعدي لرائد ريمس لكلب بغرض أرجاع ناب تقويميا بال1965 أدخل بنمارك مفهوم الاندماج العظمي أو الأستيو انتيجريشن للزرعات السنية هذا نحن نحكيه على الزريعات العادية السنية وبسنة 1983 هذا التاريخ لازم نحفظه تاريخ مميز بمجال الزريعات لأنه الطبيبين كريكمور وإيكلاند قدموا أول تقرير سريري عن استخدام زريعة تقويمية في منطقة شوك الأنف لغرز القواطع الأمامية لرجل يعاني من عضة عميقة بال1997 كونامي وصف أول زريعة تقويمية بقطر 1.2 مم وطول 6 مم وتوقع قدرته على استخدامها تقويميا وبالعام 1999 شركة أبسو أنكور الكورية طرحت تجاريا أول نظام للزريعات التقويمية نظام تجاري وبال2003 في عدة شركات أوروبية طرحت أنظمتها للزريعات وكانت نقطة الانطلاق والانتشار للزريعات على مستوى البحوث السريرية وعلى مستوى الاستخدام اليومي بعيات التقويم بال2008 في باحث إثمو بوشانج أجرى مسح ميداني سيرفي على أعضاء جمعية الأمركية لمقومة الأسنان ووجد أن 80% منهم بيستخدموا الزريعات التقويمية 78% منهم بيستخدموا الزريعات لقوا أنه خلت المعالجة التقويمية أفضل وأسهل هذا منحكي على بحث ميداني بال2008 الآن نحن في 2022 حاليا فلك أنت تخيل قديش الانتشار صار بالنسبة للزريعات الآن نحن نتحدث قليلا عن تصنيف الزريعات هناك تصنيف أنا حبيته هو لابانا أوسكيت اسمه قليلا صعب يعتمد أول شي على تصنيفه عن طريق الشكل والحجم shape and size Laconical وهي يبدين انقسم تحتها mini screw implants والزريعات اللي نستخدمها بمجال التعويضات وال mini implants mini plate implants والdisc implants هناك تقسيم ثاني عنده التماس بين الزريعة والعظم هل هي osteo integrated or non osteo integrated وaccording to application هل هل نستخدمها في مجال التقويم ولا في التعويضات طبعا اللي نحن نحكي عنه بالمحاضرات طبعا إن شاء الله بشكل عام هيكون مركز على mini screw implants اللي هي conical shape mainly ومركزين على non osteo integrated واللي بتستخدم بمجال تقويم الاسنان بالنسبة لا القسم الحالي اللي هنبدأ فيه إن شاء الله هنحكي عن الاجزاء هنبدأ بتعريف اجزاء الزريعة التقويمية والصفات الواجب توافرها في الزريعة اللي هنشتريها ونستخدمها لمريضنا حتى نضمن نجاح الزريعة وما ترتفع نسبة الفشل عننا الموضوع صحيح نظري ولكن أنا واحد للناس بعد ما اتعمقت بالموضوع اكتشفت إن النظام اللي كتم استعمله حالي سابقا كان فيه بعض المشاكل إنه فيه أنظمة تانية أفضل منه فالموضوع مهم فهموا لأنه موجود بالماركت حاليا عشرات الأنواع من الماركات التجارية وكلهم بسوقوا نفسهم على أنهم الأفضل ولكن هل فعليا هنه هيك هذا اللي حنتعرف عليه ننتبه لموضوع إنه تحضر محاضرات كتير خاصة كورسات مدعومة من شركات أكيد المحاضر رح يبرز أفضل مميزات لزرعاتهم وأفضل أشياء اللي موجودة للمنتج اللي عميره ووجله لهيك لحنا بدي نفهم القواعد الأساسية العلمية المبنية على المبنية على كتب علمية رصينة وهي القواعد هنطبقها لحنا نشوف هل هي موجودة بزريعاتنا ولا لا بداية هنحكي عن المادة اللي بتنصنع منها الزريعات التقويمية مثل هننعرف الزرعات السنية بتنصنع من مادة التيتانيوم لأنه متقبل حيويا هننحكي على الزرعات المستخدمة في مجال التعويضات وتسمع حصول عملية الاندماج العظمي لهذا السبب أول ما بدوا يصنعوا الزريعات التقويمية فكروا بمادة التيتانيوم نفسها ونحن نستخدم حاليا مادة التيتانيوم من النوع الرابع أو الخامس تايب فور تايب فايف تم سقل سطح الزريعات لضمان عدم حصول اندماج عظمي وسهولة إزالتها من العظم مثل ما حكينا هي تيمبراري فلازم تنشال بعد ما نخلص العلاج فإذا صار فيها استوانتيجريشن فحيكون صعب إزالتها وإيضا متقبلة حيويا وتميز بالقدرة على مقاومة الكسر أكثر من التيتانيوم في حال طبقنا قوة إدخال أو إزالة ونحن نشيلها زائد عن حد الطبيعي معظم الشركات المعروفة عالميا ما زالت تستخدم التيتانيوم في تصنيع الزريعات التقويمية باستثناء بعض الشركات طبعا لقدام بحاضرات أعتقد البرزنتيشن الجاية هنحكي وقتنا نحكي على العوامل اللي بتأثر على ثبات الزريعة الأولي أو الميكانيكي حنتناول موضوع هل في فرق بين الستيل والتيتانيوم بهذاك البرزنتيشن إن شاء الله هلأ هنحكي عن موضوع الأجزاء الزريعة أنا وقت بستلم زريعة بدي يطلع عليها وقت يشتري نظام زرعات بدي يطلع عليها هل الأجزاء الموجودة فيه فعليا فعالة ولا لا هل هي مناسبة سريريا ولا لا لهيك الخين أسم لحنا الزريعة التقومية لجزء موجود فوق العظم ولا جزء موجود في العظم أو يعني داخل ضمن العظم القسم اللي فوق العظم بيتألف من رأس تمام وبيتألف من عنق وبعض الأنواع فيه شيء منسميه الحافة أو البلاتفورم هو بين الرأس وبين العنق هل نتكلم بالبداية عن الرأس بيوجد بعدة أشكال فيه على شكل حاصرة براكت هيد وفيه نال براكت هيد وهي أفضل تقسيم أنا لقيته أنه في بعض الرؤوس اللي هون موجودة بتكون بتكون على شكل حاصرت أسنان وبعض الأشكال التانية بتكون على شكل زر أو على شكل خطاف ممكن نستخدمها لتطبيق القوة التقويمية الوظيفة الرئيسية للرأس هي إيجاد نقطة لتطبيق عزم الإدخال أو أو عزم الإزالة وقد نشيل الزريعة عن طريق أداة التركيب الخاصة بالزريعة مثل المفك أو مثل الهند بيس كمان الوظيفة الثانية للرأس هو نقطة استناد لتطبيق القوة التقويمية أو الوصل للزريعة بسن أو بالقوس السلكية بهدف تعزيز الدعم الجزء الثاني اللي نحكي عنه هو البلاتفورم هذا البلاتفورم هو عبارة عن منطقة ناتئة تحت الرأس وتكون بتماس مع النسج اللثوية ما بتتواجد بعديد من تصميمات الزريعات وعلامات تجارية مثل ما شايفين هون هي أنا حاطت عدة علامات مشهورة مثلا 3M هي من الزريعات لأنك تستخدمها لفترة طويلة هلأ تقريبا نوقف إنتاجها ما في بلاتفورم موجود بين العنق وبين الرأس الدنتاروم ما موجود عندهم هلأ حاليا مستخدمها كمان ما موجود الأمريكان موجود عندهم الأرم أو موجود الأورومكو موجود عندهم فمثل ما شايفين أنه متوفر بعض الأنواع وغير متوفر بعض الأنواع طيب جدير بالذكر في نقطة مهمة كمان أنا كتير تخربط فيها وأنا عم معمل المحاضرات بعض المراجع بتسميها الكولر تمام أو الياقة أو الأبة ولكن الأصح والبلاتفورم لأن الكولر في أغلبية المراجع اللي لقيتها هي بتنطلق بيطلقوها على العنق على الترانس ميوكوزل كولر وهذه هنحكي عنها شوي تاني شمالة خربط البلاتفورم هو هذي الجزئية وهي مو موجودة بكتير من أنواع الزريعات التقويمية وظيفة هاي الحافة هو حماية النسج الرخوية من أنها تتماس مع أسلاك الربط والنوابط المثبتة على الرأس بالتالي حمايتها من تخريش يعني متل افترضوها مثل ترس للحماية حماية النسج الرخوية مشان إذا فيه مطاط موجود مربوط أو فيه سلك ما يضرب باللثة البلاتفورم لازم يكون أدخن بواحد لتنين ملي متر من النسج الرخوة اللي أسفله لمنع نمو النسج على رأس الزريعة يعني مشان تمنع أن النسج الرخوة تطلع وتنمو على رأس الزريعة كمان بمنع تجمع طبقة البلاك على منطقة التماس بين الزريعة واللي اللي احنا ما شايفين هون لازم يكون فيه ختم جيد بين العنق وبين النسج الرخوة فبالتالي مشان ما يتجمع البلاك أو طبقة البلاك عفوا اللي ويحة الجرثومية بيفضل أنه فيه ناس أو فيه شركات بتصنعها بهذا الشكل للحماية النقطة الثالثة نحن حكي عنها هي العنق أو وظيفة العنق الرئيسية هو منع النسج الرخوة من النمو حول رأس الزريعة وتغطيتها بشكل كامل أو أنه تنمو بين الزريعة والعظم وبالتالي فشل الزريعة بتم تصنيع عناق الزريعات بأطوال مختلفة مشان تلائم السماكات المختلفة للنسج الرخوة فمثل ما نعرف لحنا النسج الرخوة نقول اللي موجودة مثلا بين الناب والضاحك مثلا مختلفة تماما عن سماكة النسج الرخوة اللي موجودة بمنطقة الريترو مولر باد مثلا أو اللي موجودة بالبالت في اختلاف كبير بينهم حتى في اختلافات ضمن الشخص الواحد أو بين الأشخاص ذلك الشركات صنعت أطوال مختلفة مشان تلائم السماكات المختلفة للنسج الرخوة بالأماكن اللي عم نطبع فيها الزريعات بشكل مثالي في عدة عوامل لازم نطلع عليها على عنق الزريع لحتى نعرف هل هي مثالية ولا لا أول شي قطرها لازم يكون مساوي القطر مساوي أو أكبر من قطر الرأس لتأمين ختم مثالي بين النسج اللثوية والزريع بين الرأس وبين الزريع لازم تكون هي أكبر أو مساوية فلحنا مثل ما شايفين هون العنق مو أكبر من الرأس فيعني بهاي الزرعة مثلا بهذا الشكل الموجود مو هي أفضل شيء ممكن مثلا بزرعة الدنتارم لاحظين التدرج اللي موجود فيعني إنه عمام فهي الزرعة بتعتبر جيدة قطر أكبر لازم كمان يكون قطرها أكبر قليلا من قطر جسم الزريع الخارجي لأنه نحنا الممارس وقت عم يدخل الزريع ضمن الفم لازم يلاحظ أن العنق لمس سطح العظم لحتى يتوقف عن عملية فتلة الزريع وإدخالها لأنه لو استمر في الإدخال سيدي هذا لأذية على مستوى العظم سيعمل دمج كبير على العظم فلهيك لازم يكون قطرها أكبر شوي من قطر الزريع لحتى تلاحظ أنك أنت وصلت لسطح العظم بشكل عام لازم يكون قطر العنق على الأقل 1.2 مليمتر القطر لازم يكون 1.2 مليمتر وطوله 1.3 مليمتر كافي هذا الكلام لدعم بنية الزريع الهندسية مشان تتجنب الانكسار أثناء الإدخال أو الإزالة سطحها لازم يكون مسقول لتجنب تخريش النسج الرخوة أثناء الإدخال مشان تتجنب كمان حصول التهابات ونموز زائد أقل طبعا في بعض الأنواع جربوا بعض التجارب صارت على أنه ينعمل تخريش لإلهام لحتى يحرضوا النسج الرخوة أنه ترتبط فيها مثل السن بشكل طبيعي ولكن المطروح حاليا بالأسواق في الماركت ومعظم البحوث عم تكون على عناق مسقولة تماما أكتر الأشكال استخدام العنق في الزريعات هو الشكل المخروطي بيديق كلما اتجهنا لجسم الزريعة والشكل الأسطواني والشكل السداسي المضلع هلأ هون مثل ما شايفين شكل مثل عفوا أسطواني أسطواني هون لدينا الإنسيابي في بعض الزريعات بيكون شكلها مضلع هلأ هنحكي عن الجزء المنطمر ضمن العظم الزريعة بيتألف من جسم الزريعة البادي أو شافت واللي بيدوره بيحمل الحلزنات أو الشفرات ثريدز وبينتهي جسم الزريعة في معظم الأنواع المستخدمة حاليا بطرف قاطع كتنكتب وقد يكون الرأس مثل وغير قاطع في عنواء أخرى كما سنرى إن شاء الله بعد قليل هلأ هنحكي في البداية عن الجسم الزريعة أو البادي أو الشافت يتوفر نوعين من أجسام الزريعات التقيمية حاليا وعليه تهم تصنيف الزريعات لزريعات ذات جسم أسطواني أو مستقيم مثل ما شايفين بالصورة إذا لحنا مررنا خطين فهن متوازيين تماما في أغلب الأنواع بيكون رأس الزريعة القاطع مثلم مثلم يعني ما بيقدر يقطع بالعظم ونحن بحاجة نحن نحفر مسار للزريعة بواسطة سنابل خاصة ولأن المسافة ما بين جذور الأسنان في أغلب الأحوال بتكون ضيقة فلهي كان قطر الزريعة اللي المفروض يكون كبير بالقدر الكافي لتحمل عزم الإدخال أو الإزالة ما كان في إمكانية لتكبير قطر الزريعة أكتر من حد معين والتغلب على هي المشكلة تم تعديل جسم الزريعات مثل ما شايفين نحن هون هذا جسم مخروض مستق يعني أسطواني فبالتالي ما صعب أنه نحن قد ندخله بين جذور الأسنان أنه نضمن عدم إصابة جذر السن لهيك هن اقترحوا أنه نحن لحتى نقدر نوازن ما بين قطر كافي للزرع على تحمل الانسيرشن تورك والريموفال تورك وبنفس الوقت لحتى نضمن أنه نحن ما نصيب الجزور فهني راح نتقلوا إلى نوع تاني واللي هو التيبرد أو الكونيكل إذا لحنا عملنا خطين فهني غير متوازيين كل ما لو بيستدقوا للأسفل لحتى نوصل لرأس الزريعة فبالتالي وقت لحنا ندخل بعد فترة رح يكون هذا جزء الجزء الضيق تمام هو موجود بين جذور الأسنان وفي ضمانة أكبر أنه لا نصيبها بأذية وبنفس الوقت الجزء اللي فوق عم يكون هو اللي يكون ضمن العظم القشري أو الكورتيكالبون اللي هو عظم قاسي عم يكون بسماكة كافية أو قطر كافي لحتى يتحمل العزوم والضغوط والضغط اللي عم نحطه أثناء إدخالها للزرع وإخراجها هلأ كمان رح ننتقل لبقية الأجزاء الموجودة على الجسم مثل ما حكينا في عنها الحلزنات أو الشفرات الثريدز الوظيفتها الرئيسية للثريدز هي زيادة الثبات الأولي للزرع أو الزريعة عن طريق زيادة مساحة سطح التماس بين الزرع والعظم البون إمبلاند كونتاكت أو البي آي سي هاي مصطلح البي آي سي كتير نحن نسمعه بالمحاضرات أو بالأرتيكل عن سؤال إمبلاند أو التاد فهو الضامن الأكبر للثبات الميكانيكي أن يكون في أكبر كمية التماس ممكنة ما بين الزريعة وما بين العظم فإذا لحنا تخيلنا أنه جسم الزريعة هو عبارة عن أسطوانة حديد فقط تمام من دون أي شيء فخيلنا أول مثلا المساحة السطحة المتوفرة ستكون محدودة ولكن نحن وقت نعمل هذه الحلزنات فبالتالي نحن نزيد مساحة السطح التي تتماس فيه الزريعة التقويمية مع العظم أيضا كمان بتعمل هذه الشفرات على توزيع الجهود المطبقة على الزريعة بشكل أفضل في العظم بمعنى آخر عدم تركيز الجهد في مكان محدد ممكن يعرض الزريعة للكسر أو الفشل هلا بسبب حمل جسم الزريعة لهذه الحلزنات صار للزريعة فيها قطرين قطر خارجي وقطر داخلي القطر الخارجي هو القطر الأعظم للزريعة إذا نحن نحن خط من هون خط من هون لامس الحلزنات فهو القطر الخارجي والقطر اللي عم تبيع الشركات يعني أنت الشركة عم تقدم لك زريعة بقطر 1.2 هو القطر الأعظم في عنا قطر داخلي هو inner diameter هو الجزء الحامل للحلزنات هو نفس الجزء الحامل للحلزنات بعد طرح طول الشفرات منه فعنا نحن outer و inner diameter هلأ ممكن نحن نأسم الزريعات على حسب تصميم الحلزنات لقسمين في زريعات بتحمل نمط متناظر مثل ما شايفين هون عبارة عن Vs متتالية تمام الزاوية الرئيسية أو الأمامية اللي هون مثلا نخلونها هي الزاوية الأمامية اللي بره مساوية تماما للزاوية الزائدة أو الزاوية الخلفية هلأ في نوع تاني هو النمط الغير متناظر أو البترس على شكل كتف هون الزاوية الرئيسية اللي على الحافة السفلية للشفرة مثل ما شايفين هون هاي الزاوية وتكون على 45 درجة الزاوية الزائدة اللي هي التريلينج أنجل على الحافة العلوية من الشفرة بتبلغ 90 درجة في عاملة مثل شكل كتف بشكل عام تصميم الحلزنة في الزريعة وهو تأثير كبير على الثبات الأولي في حال وضعها في عظم ذو نوعية سيئة والتصميم الغير المتماثل معظم الأرتيكلز بتفضله بتقول أنه هو الأفضل لناحية ميكانيكية فبالتالي إذا بدنا نجيب زريعة المفروض أن تكون الحلزنات تبعها بشكل غير متماثل أو غير متناظر مثل ما حكينا الجسم الزريعة بنتهي بطرف قاطع ونحن ممكن نصنف الزريعات التقويمية تبعا لذروتها العاملة أو تستبعها هناك زريعات بتحتاج لحفر مسبق أصبح استعمالها شبه معدوم في الأنظمة الحديثة وفي زريعات ذاتية الحفر وهي النمط السائد حاليا سابقا كان فيه النموذج السابق اسمه الريد تابد سكروز هون بهذا النموذج كانوا بيعملوا مثل الامبلانتز حاليا بيعملوا تهيئة للحفرة يحتعمل الزريعة بشكل أنه تاخد انطباعات مماثلة لشفرات الزريعة في العظم وبعدين بيدخلوها بتدخيل أو تدكيك للزريعة طبعا هذا وقف تماما وجه وراه الريد وبعدين حاليا سلف دريلينج هلا نحكي شوي عن مقارنة بين الزريعات ذاتية الحفر أو المسبقة الحفر والزريعات ذاتية الحفر السلف دريلينج والبري دريل الزريعات ذاتية أو المسبقة الحفر بتحتاج لعمل حفرة توجيهية البايلوت هول مثل ما شايفين هون بالصورة هاي خلال العظم القشري وبتمتد للعظم الإسفنجي ولكن يتم استخدام سنبلت حفر وحيدة ما في حاجة هون لخلق انطباعات مماثلة لشكل حلزنات الزريعة تابينج بروسيجر مثل ما حكينا على النوع الأديم البري تابت عن طريق بواسط سنابل خاصة قبل ادخال الزريعة فهون بيستخدموا فقط سنبلة واحدة تمام مشان يعملوا البايلوت هول أو الحفرة التوجيهية ذروة الزريعة الطرف التبعها بيكون غير قاطع مثل ما شايفين هون امتلم وغالبا ما بيكون جسم الزريعة هو استواني مثل اللي حكينا بالسلايد اللي قبل مع شفرات غير متناظرة حادة هلأ شو ميزاتها ميزاتها اذا قارنناها مع البري تاب تفقيلها مميزات افضل النموذج السابق اللي تكلمنا عنه خاصة بطبقة العظم القشري فهي اقل تدميرا لطبقة العظم القشري بتقلل من العزم المطلوب لأدخال الزريعة وبالتالي بتقلل من الأذية الحاصلة في العظم مما يضمن ثبات لاحق وشفاء أفضل في العظم هلأ نحكي عن الزريعات ذاتية الحفر او السيلف دريدينج بيتم وضعها بشكل مباشر بدون الحاجة لحفر العظم مسبقا لأنه صمموها بشكل الدروة القاطعة هي اللي حتعمل الفتحة وهي تساعد بإدخال الزريعة بتحمل شفرات قاطعة خاصة بتستطيع اختراق النسج الرخوي وقطع العظم واختراق العظم القشري وصولا لعظم الاسفنجي كل ذلك عن طريق تطبيق عظم دوران insertion torque على الزريعة بواسطة مفكي دوي خاص manual screwdriver أو عبر قبل الخاصة الهاند بيس هلأ ميزاتها أذية أقل بسبب عدم الحاجة لفتح حفرة في العظم القشري مما يقلل من تولد الحرارة والجهد stress على العظم بيزيد هذا الكلام من ثبات ونسبة نجاح الزريعة على المدى الطويل ويقلل من المضاعفات الوارد حصولها بسبب وضع الزريعة ثانيا موفرة للوقت لأنه هون انت مالك بحاجة لتعمل حفرة وموفرة للمتيريا للأدوات ما في داعي لكم في عندك ست مثلا من لحتى تقدر تدخل الزريعة بتحتاج لعزم إدخال أكبر من الأنواع الأخرى هذا الكلام رح يخلق تماس أكبر بين الزريعة والعظم ونحكي عن هذا الموضوع أكتر بعد شوية فكل ما بيزيد بيصير التماس أكبر بين الزريعة والعظم وهذا بيأمن ثبات ميكانيكي أكتر واستقرار أولي أكبر هلأ هنحكي عن الفلوت أو المجرى هلأ الفلوت أو المجرى مو موجود بكل الزريعات هو عبارة مثل خدود أو مجرى عامودي بيمتد في الجسم الزريعة من الأسفل للأعلى لمسافات مختلفة حسب نوع الزريعات وظيفته تصريف رقاقات العظم المقطوعة أثناء الحفر عشان ما تتجمع ومتل أقوله تصطم المجرى تبع الزريع أثناء الإدخال طبعا الزرعات السنية في بعض الأنظمة موجود فيها نفس الموضوع نفس الهدف هلأ 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 ما حكينا ما موجود بكل أنواع الزريعات وملاحظة أنه زيادة عمق المجرى بتزيد للاندخال الميكانيكي ميكانيكا الانترلوك بين الزريع والعظم بالتالي زيادة السبات الأولي طبعا من ملاحظتي أنا من المقالات اللي أريتها هاي لقدام إذا في حدا من الدكات راح بيعمل بحث أو شيئا الموضوع لاحقا كلمة الفلوت ما موجودة مو متطرقلة كتير بالكتب ولا بالمحاضرات ففي ناس بعض الناس بتخلط بينها وبين نفسها الفلوتس هي بالمنطقة السفلية يعني الحلزانات المقطوعة هون واللي هي بالرأس القاطع تمام بتكون حادة جدا ووظيفتها أنه هي تقطع العظم يعني هي جزء متكامل من الرأس العامل وهذا الجروف اللي معمول هو لتصريف العظم مشان نبعده عن طريق الزريعة أثناء إدخالها هلأ قبل ما ننتقل لموضوع آخر في مصطلحين لازم نوضحهم اللي هي المسافة بين ذرة شفرات الزريعة البيتش طبعا ما لقيت لها ترجمة ولكن هي فعليا شوية البيتش اللي بيقصدوا فيها كل شفرة أو حلزانة على الزريعة في إلها ثخانة وعمق تسمى المسافة بين ذور يعني في إلها ثلاثية أبعاد على عمق وإلها ثخانة المسافة ما بين ذروة حلزنتين أو شفرتين متتاليتين بنسميها البيتش عادة تراوح بين صفر فاصلة خمسة وسبعين وواحد فاصلة خمسة وعشرين ملي متر هلأ وتتباعد شفرات الزريعات عن بعضها بتسمى زريعة عالية البيتش أو هاي فاليو بيتش تمام والعكس طبعا صحيح كل ما نقصنا من قيمة المسافة ما بين الشفرات كل ما زاد الثبات الأولي ولكن هذا رح يزيد معه قيمة عزم إدخال الزريعة رح يصير أصعب إدخال الزريعة بدها عزم أكبر بدها قوة أكبر وحيزيد من الجهد المتولد بالعظم وهذا رح يؤدي أيضا نقصان القيمة يؤدي إلى عدد مرات أكبر في فتل الزريعة يعني نحنا صار وقت نقصنا العدد صار عدد الحلزانات أكبر فعدد اللفات اللازم تدخل فيها الزريعة صار أكتر فبالتالي الوقت لحد تدخل الزريعة صار أكبر يعني هيبطئ عملية إدخال الزريعة طبعا هذا الكلام كله ميكانيكيا ممكن يكون له تأثير على ثبات الزريعة وله تأثير على النجاح على المدى الطويل وهذا كلام نحكي عليه بعدين المصطلح الثاني اللي بدأ نحكي عنه واللي هو الزريعات مزدوجة المسننات طبعا أنا نحاول حط مصطلحات مثل هاي لحتى تكون واضحة للناس لاحقا في الأجزاء القادمة تكون مشروحة بشكل جيد الدول وفي بعض الناس بيسموها الدبل تمام ثريدز مشانات أخر طبعين هم هلا الدول المعتمد أكتر هو الدول الزريعات مزدوجة المسننات بعض المصنعين بيقوموا بتصغير ثخانة الشفرات يعني كما حكينا في إلها سماكة فالشفرة بينقصوا الثخانة تبعها وبينقصوا المسافة ما بين الحلزنات الموجودة في القسم العلوي فقط من الزريع القسم اللي حيدخل بالعضم القشري هذا حيزيد من عدد الشفرات اللي حتدخل بهاي الطبقة بيزيد من مساحة سطح التماس بين الزريع والعضم وبالتالي زيادة الثبات الأولي طبعا هذا الكلام فيه عليه دراسات وحنحكي عنها لاحقا إن شاء الله وحنحكي عن العوامل المؤثرة على ثبات الميكانيكي أو الثبات الأولي للزريع هلا حننتقل لموضوع تاني حاسم جدا في نجاح أو فشل الزريع هو الاندماج العظمي وإلوه تأثير كبير كمان على ثبات الزريع لاحقا أو الثبات الثانوي للزريع بالنسبة للتماس بين العظم والزرعة البونت وإمبلاند كونتاكت هو مصطلح بشير لمقدار مساحة سطح الزرعة التي تكون في تماس مباشر مع العظم على المستوى المجهري وعتم تقديرها بنسبة مئوية العالم وودز وزملائه أجروا أولى الدراسات لتقييم الاندماج العظمي اللي بتظهروا الزريعات التقويمية وطبقوها على عظم فك الكلب وأظهرت هذه الدراسات أنه البي آي سي أو البون إمبلاند كونتاكت كان بتراوح بالزريعات اللي أظهرت ثبات جيد ما بين 2.2 إلى 58% بعد مرور 10-110 يوم أظهرت هاي الدراسات أنه نسبة البي آي سي الضئيلة مثل 2.2% بتكون كافية لثبات الزريعة في مواجهة قوة تقويمية خفيفة وهذا مشابه لما قالته ميلسن واللي قاله بوتشر بالألفين وبالألفين وستة بمعنى آخر الزريعات التقويمية بتظهر نسبة ولو بسيطة من الاندماج العظمي والاختلاف الكبير في نسبة البي آي سي في الزريعات مرده بشكل جزئي إما أنه السطح المسقول للزريعات واللي يقلل من عملية الاندماج العظمي أو لصعوبة تقدير نسبة البي آي سي نسيجيا أيضا أظهرت دراسة أنه نسبة البي آي سي بتختلف باختلاف نوع العظم وعم تقل كلما قلت جودة العظم كما هو حاصل في عظم الفك عند اليافعين والسؤال المنطق التالي في حال كانت نسبة الاندماج العظمي ضئيلة وشبه معدومة بين الزريعة والعظم طيب من وين عم تجيب الزريعات الثبات الكافي لمقاومة قوة تقويم ولحتى تنجز مهمتها في الدعم حقيقة ثبات الزريعة بينقسم لمرحلتين أو لنوعين ثبات الأولي والثبات الثانوي أو اللاحق السكندري مثل ما شايفين هون بالصور قبل ما انتهي للسلايد الثاني هون من الآي تو سي هون في عنا في عملنا عملية اندماج عظمي واضحة تمام طبعا قلت أو نقصت تمام هون اللي تحت هي الفايبرس الفايبرس مثل ما واضح هي اللي باللون الأبيض تمام فايبرس تشو ارون موبايل تاتز هي زرعات فاشلة نلاحظ انه الفايبرس محيطة فيها من كل مكان فبالتالي يعني لازم يكون ولو في نسبة بسيطة من الاندماج العظمي الحاصلة تمام لا حتى تساعد على نجاح وثبات الزريعة على المدى الطويل عم نحكي اللي احنا طبعا مو ببداية وضع الزريعة مثل ما نحكي هلأ الكلام شوي حيكون ناشف ونظري في المرحلة الجاية ولكن جدا مهم لفهم كيف ممكن نزيد نسبة نجاح زريعاتنا نكتشف نقاط الضعف بعملنا السريري لهيك اللي لسه متابع معي بتمنى انه يصبر عليه شوي لانه جدا مهم المواضيع اللي احنا حكي فيها هلأ هحكي بالبداية عن الثبات الاولي او البرائمر استابلتي او الانيجيال استابلتي تعريفا هو ثبات الزريعة واستقرارها في مكانها في العظم مباشرة بعد ادخالها وهو نتيجة للتثبيت الميكانيكي او الميكانيكال ريتنشن لجسم الزريعة في العظم حقيقة الزريعات التقومية صممت اساسا للقيام بدورها في الدعم وبعد هيك منشيلها من العظم بسهولة بالتالي ليس المطلوب حصولها على الثبات والاستقرار عن طريق الاندماج العظمي ونجاح سريرية معتمد بشكل كبير على قوة الارتباط الميكانيكي بينها وبين العظم وهذا بيسمى بالثبات الاولي او البرائمر استابلتي بالنسبة للمقومين او لانه اخصائي تقويم الثبات الاولي جدا مهم لانه هو اللي بيسمح لي بتطبيق القوة التقومية على الزريعة وتحميلها بشكل مباشر بعد ادخالها هذا النوع من الثبات ايضا مهم في مرحلة الشفاء الهيلينج ومرحلة اعادة تشكيل العظم البون ريمودالينج بخاصة لو تم التحميل على الزريعة مباشرة عدم استقرار الزريعة في مكانها ووجود حركة مستمرة فيها راح يضعف الارتباط بينها وبين العظم ويعطي العملية بناء العظم بشكل صحيح بيعتمد البرايمير استابلتي او الثبات الاولي كما قلنا على التثبيت الميكانيكي الميكانيك الريتنشن للزريعة في العظم بالتالي حيتأثر هذا التثبيت بواحد تصميم جسم الزريعة الهندسي اتنين نوع وكمية وكثافة العظم لتقييم يجب قياس كل من قيمتين عزم الادخال وقوة نزع او سحب الزريعة يعني كلمة برايمير استابلتي او ثبات اولي هي كلمة مطلقة فانا كعالم او كباحث كيف بدي اعرف انه في عندي برايمير استابلتي كويسة ولا لا او صارت او لا فلازم انا اعرف في عندي قيم معينة اقدر ايسها محسوسة لحتى اعرف هل الزرع اللي حطيتها تبعها صحيح جيد ولا لا هلا استخدموا قيمة عزم الادخال عملية ادخال الزريعة متما حكينا عن طريق الفتل عزم الفتل او عزم الادخال او عزم الدوران insertion torque فيه له قوة معينة اذا قدرنا نحسبها فمنقدر نعرف عزم الادخال او القوة اللازمة لحتى نقدر نسحب الزريعة من مكانها ونشيلها من مكانها تمام او او عزم للفتل او سحب او ممكن تنحسب هدون القيمتين ما لازم نتوقع انه هني متساوين يعني انا اذا دخلت الزريعة بعزم خينا نقول 10 نيوتن 10 نيوتن ما لازم اتوقع انه انا وقدي شيء للزريعة او حتى اسحب الزريعة لازم انا اطبع 10 نيوتن تمام ما نتوقع عبدا انه هدون يكون نظريا يكون متساويين نظريا يمكن الحصول على الثبات اولي مثالي عبر انقاص قيمة عزم الادخال وزيادة قيمة القوة اللازمة لسحب الزريعة هذا الكلام النظري في شيء اسمها قوة القص او الشير مثل ما شايفين الشير اللي هي العاملة على الخط ما بين الزريعة والعظم زيادة هالقوة على طول سطح التماس بين الزريعة والعظم هتزيد من الاجهات داخل العظم حصول تكسرات مجهرية فيه مايكرو فراكتورز واللي بدأورها هتأثر على عملية الشفاء الهيلينج بروسيس هتأدي الى تموت او تنخر العظم في مناطق التماس مع الزريعة اذية العظم او البون دميج خلال عملية ادخال الزريعة هيحتاج الى ترميم وكل ما زادت الاذية او الدميج اكتر هيأدي هذا لعدم ثبات الزريعة بالتالي لفشلها لهيك الثبات الاولي المثالي ضروري لتطور ما يسمى بالثبات اللاحق او الثبات الثانوي تمام يعني لازم نطلع منه بهذا السلايد مفهوم الثبات الاولي هو عبارة عن التثبيت يعني نحن عملية ادخالها للزريعة واندخالها بالعظم الشفرات دخلت بالعظم اللي حصلنا عليه هون هو هذا الثبات الاولي لازم العزم ما يكون كتير كبير لانه انا اذا دخلتها بقوة بعنف العظم رح يتأثر رح ينأذى فبالتالي عملية الشفاء حتطول اكتر لانه عملية الشفاء مهمة بعملية اللي حنحكي عنا هلأ بالسلايد الجاية فاي ادخال قوي او عنيف ممكن يزيد من الاذية ممكن يزيد من الهيت على العظم فهذا رح يأثر عليه وبرضه كمان لازم تكون عزم الادخال كافي لحتى يقدر ندخل الزرعة فلازم يكون في قوة مثالية نقدر نحطها لحنا على الزرعة او تورك مثالي لحتى نقدر نوصل ل المثالية هلأ احنا نحكي عن السيكندر استابلتي او الثانوي او اللاحق هو ثبات الزريعة لفترة طويلة بعد مرور فترة التحميل الاولية الانيشال لودنغ خلال هاي الفترة يمكن ملاحظة عملية اعادة تشكيل العظم بشكل مكثف ومعنى اخر هو الثبات الحاصل للزريعة بعد انتهاء عملية الشفاء للعظم في مكان ادخال الزريعة هذا الثبات هو نتيجة لتشكل العظم في منطقة التماس بين الزريعة والعظم والعظم المجاور هلأ بتأثر الثبات الثانوي بالاستجابة البيولوجية او الحيوية للعظم اللي تم ادخال الزريعة فيه وهذا كلام واضح من التعريف ايضا بتأثر بالتثبيت الميكانيكي للزريعة في العظم اللي بدوره بيأثر على الاستجابة البيولوجية لانه من غير المنطقي نحصل على عملية اعادة تشكيل ايجابية للعظم وعملية شفاء جيدة للعظم اذا كانت الزريعة تتحرك في مكانه فما رح يكون في عنا مجال لاعادة لبناء العظم وللأسف فحسب بوما غارتل الدكتور بوما غارتل في بحوثهم في دراسة معينة عاملها الثبات الاول الكبير لا يترجم بالضرورة للثبات الثانوي جيد في كل الاحيان وحسب موتويوشي وزملائه فان افضل طريقة لضمان التحول من الثبات الاول للثبات الثانوي بشكل متوقع هو التحكم بقيمة عزم الادخال control your insertion torque بالمحصلة في الثبات الثانوي واللاحق هو المسؤول عن نجاح الزريعات بعد انتهاء عملية الشفاء هو عامل حاسم في نجاحها خلال معظم فترات التحميل loading period هلأ رفندرا وزملاء اشاروا انه يجب اعتبار عملية الشفاء بعد عملية ادخال الزريع بالعظم مشابهة لعملية شفاء الجروح ال wound healing بالتالي هالعملية رح تطلق سلسلة من احداث البيولوجية واللي حتتضمن تشكيل الاستويد العظم الاولي اللي بيكون غير متماعدن في المنطقة المجاورة للزريع وذلك بعد برور 6 ايام اندخال الزريع وحتى تتشكل الترابيق المنسوجة او ال wound trapicula او العظم غير الناضج فان التأثيرات الميكانيكية الناتج عن الثبات الاولي يجب اعتبارها هي المسيطرة عن عملية اعادة تشكيل العظم حيويا او الثبات الثانوي هلأ السلايد اللي جاي هو اللي حيربط لنا المواضيع كله بعضه وحيي سهل المعلومة ان شاء الله توصلكم بشكل جيد في شي اسمه الثبات العام والثبات الملاحظ سريريا الثبات العام هو الثبات الملاحظ سريريا من قبل طبيب التقويم هو حصيلة لمجموع الثبات الاولي والثبات الثانوي هو ما يطلق عليه الثبات العام او الاجمالي overall stability بالبداية بيكون الثبات الاجمالي او العام هو بالكامل نتيجة للثبات الميكانيكي مثل ما شايفين هون ال stability في اقصاها اعلى درجة ممكنة وهون نحن عنا ال time او الوقت فمع مرور الوقت او بالبداية بتكون الثبات الميكانيكي هو المسيطر تماما لانه لسه ما بدأ عملية اعادة تشكل العظم وبالتالي الثبات الثانوي بتناقص هذا الثبات تدريجيا بتناقص الثبات بشكل متسارع في البداية وبعدها بتتباطع عملية نقصان الثبات عندما يبدأ الثبات الثانوي باخذ دوره في العملية منلاحظ في المنحنة البياني في النقطة اللي بيطلق فيها منحنة الثبات الاولي بمنحنة الثبات الثانوي هاي النقطة اللي بتكون فيها الزريعة في اقل درجة ممكنة من الثبات يمكن تعريفها بالتراجع او الانخفاض بمنحنة الثبات الدب in the overall stability curve وتحصل عادة بين الاسبوع الرابع والخامس بعد ادخال الزريعة بعد انتهاء عملية الشفاء العظمي وعادة تشكيل العظم بيصبح الثبات العام للزريعة بسبب الثبات الثانوي بشكل رئيسي بتناقص نلاحظين هون هذا تدريجيا كانت صفر الثبات الثانوي تدريجيا بدأ يرتفع لصار هو المسيطر على الثبات اللي موجود على الزريعة طبعا نحن اللي بنشوفه بعيننا على ارض الواقع هو الثبات العام او الثبات الاولي اللي هو حصيلة الثبات الميكانيكي او الثبات الاولي مع الثبات الثانوي الثبات المعتمد على الرياكشن تبع العظم هلا نظريا ممكن نحسن نحن الثبات العام للزريعة مثل ما شايفين هون عن طريق شغلتين اما انه نحن نأخر او نقلل عملية تناقص الثبات الميكانيكي ريثما العظم يبدأ عملية التشكل ويستلم القيادة او انه نحن نسرع وتيرة الشفاء والثبات الثانوي يبدأ بشكل اسرع تمام؟ هاي الطريقة مقدر نحن نرفع من هون من هاي النقطة نرفعها لهون او لهون الثبات تبع الزريعة يكون اكبر هلا بل ما نطقل للسلايد هادي هاي النقطة من النقطة اللي انا كنت واجهها انه احيانا استغرب انه انا ركب الزرعة بشكل كتير قوي ويعطيها عزم اد ما الله اعطاني وانا بحط الزرعة او الزريعة وتكون ثباتها بالعظم كتير كبير وبعد سبوعين شهر يرجع المريض يصير في حركة على الزريعة انه كان ثباته الاولي كبير فانا هون قدرت استوعب بقى موضوع شو اللي عم يصير بالزرعة تبعي اول شي اللي انتبه لنقطتين النقطة انه العزم اللي انا محطه مو شطارة مني اني احط قوة كبيرة يعني هاي القوة الكبيرة ممكن عم تعمل اذية على مستوى العظم انا مالي شايفها فبالتالي عملية الفتن لازم تكون بهدوء بشويش بحنان متل اللي بقولوا ونفس النقطة التانية موضوع العظم احيانا العظم ما بيساعدني المريض نفسه البيولوجي البوم بيولوجي تبعه ما بتساعد انه يحمل الزريعة على فترة طويلة الشفاء عنده مون كويس ممكن يكون في بعض الادوية احيانا بياخدوها او في عنده مشاكل تأثر فهذا كله بدنا نحطه بعين الاعتبار وقتل احنا عم نتعامل مع الزريعات التقومية فبالتالي بشكل مثالي عملية ادخال الزريعة في العظم يجب ان ينتج عنها اقل ما يمكن للاجهاد والحرارة والاذية في العظم بمعنى اخر يجب بذل اقل عزم ادخال ممكن مع الابقاء على قيمة كافية من هذا العزم لتأمين الثبات الاولي يعني بدنا نكون متوازلين جدا وبالتالي مقاومة قوة قوة سحب الزريعة من مكانها بشكل كافي مباشرة بعد وضع الزريعة اوري وزملائه اظهرت نتائج دراستهم تناقص واضح في الثبات الاولي خلال ثلاث اسابيع الاولى في الزريعات الفاشلة مقارنة بالثبات الاولي في الزريعات اللي نجحت فبالتالي اذا احنا لاحظنا خلال اول ثلاث اسابيع من وضع الزريعة انه في موبيلتي طبعا اذا حطيت الزريعة من البداية وفيها موبيلتي يفضل انك تشيلها وتحطها بمكان تاني يعني ان النادر جدا او شبه المستحيل انه هي الزريعة انها تنجح ولكن عم نحكي لحنا حطيت زريعة وكان ثباتها جيد ولكن بعد اسبوعين خلال اول وثلاث اسابيع حسيت انه فيها موبيلتي يفضل انك انت بهيك حالة تروح لتخيير الزريعة بمكانها لانه على الاغلب ما رح ينتج عندك ثبات لاحق او ثبات عام جيد هنحكي عن مصطلح تاني واللي هو عزم ادخال الزريعة مثل ما حكينا نحنا يعني نحكي على كل هدو مصطلحات عامة فانا كيف بدي قيس هالاشياء هاي كيف بدي يكون في عندي رقم محسوس او ملموس قدر ابني عليه دراساتي او حتى اعرف انا شغلي مصبوط او لا فلازم يكون في عندي قيمة هلا اول قيمة احكي عنها هو عزم ادخال الزريعة بحسب ويليامز زملائه بتعتبر قيمة عزم الادخال وسيلة غير مباشرة لقياس مقدار انضغاط العظم البون كومبريشن في منطقة التماس بين الزريعة وبالتالي تعتبر القيمة الاكثر شيوعا لقياس الثبات الاولي هلا القيمة المنخفضة لعزم الادخال مؤشر لضعف التماس بين الزريعة والعظم وبالتالي ضعف الثبات الميكانيكي او الاولي وكلما ارتفعت قيمة عزم الادخال هذا بيشير للثبات اولي ممتاز وذلك لسبب واضح هو زيادة انضغاط العظم وبالتالي لكن هذا الانضغاط نفسه بيرتبط عادة بتكسرات دقيقة بالعظم وبيأدي لبون نيكروسيز لنخر عظمي ناتج عن الضغط هذا حيأدي لاحقا لاعادة تشكيل العظم عن طريق الامتصاص الريزوربشن ومو عن طريق الادشن وهو مغاير عملية الشفاء اللي احنا هننشدها عن طريق بناء طبقات عظمية جديدة لهيك مو من المستغرب انه افضل ثبات اولي يمكن نحصله ناتج عن عزم ادخال لقومة قيمة متوسطة كافية لادخال الزريعة وضغط العظم حولها ضمن مستويات فيسيولوجية مقبولة بتسمح بعملية اعادة تشكيل العظم عن طريق البناء تضمن ثبات لاحق ثانوي للزريعة هذا الكلام كفير بالمحافظة عليها بمكانها طول فترة العلاج التقويمي وانه تتحمل القوى المطبعة عليها وهذا بيفسر كما حكينا ليش عزم الادخال الاول الكبير كتير بيعطي ثبات اول كبير للزريعة ولكن ما بيترجم لاحقا للثبات لاحق عند بدء عملية الشفاء وعادة تشكيل العظم وبيحصل فشل للزريعة احيانا من دون تطبيق قوة عليها بسبب هذا الموضوع القوة الكبيرة لعزم الادخال هلأ بيتبادل الزهن عن طريقة اللي ممكن نحدد فيها عزم الادخال للزريعة طيب انا كيف دقيس هذا العزم حقيقة تلعب الخبرة دور كبير في اتقان ايصال عزم ادخال كافي ومتقبل حيويا عن طريق فتل المفتاح او المفك الوضع الزريعات السكرودرايفر وقت عم يتم فتل المفك ببطء مع تطبيق الضغط كافي غالبا عم تكون هاي التورك هون الانسيرجن تورك كافي او مثالي ولكن في بعض المبتدئين او الناس اللي ايدهم تقيلة مثلا مثلي اخيان اللي بيحبوا يكونوا في مأمن من تطبيق عزم كبير او الباحثين في الجامعات والمعاهد بالمعاهد البحثية في وسائل بتقيس عزم الادخال بدقة اهم هاي الوسائل اللي هو الراتشت طبعا انا وجدت ترجمة تبعها هو الشقاطة ما بعض اذا ترجمتها صحيحة ولا لا بس الراتشت خلين اقول في انواع راشت اللي بيكون معاها مقياس خاص لتوقف عزم الادخال لعند حد معين اللي هي ما فيها تحدد لك بالضبط قديش انت تدخلت العزم ولكن انت بتحدد انه وصلا 10 نيوتن هو الماكسموم فبالتالي ما راح تقدر تدخل الزرعة او الزريعة بعزم ادخال اكبر من العشرة نيوتن اللي في انواع تانية اللي هي الموتور الزراعة الجراحي تمام او بعض الهاند بيسز اللي أنا الهاند بيسز بيستخدمها كونترا انجل من شركة بي اس ام فيك تحدد انت بالضبط التورك اللي حتحطه فبالتالي هي راح تقطيك التورك مثالي او تورك محدد تماما لا بيزيده لا بيينقص تمام هون منقدر نسيطر على العزم بشكل مستمر ونحدده بدقة مو فقط منحدد الحد الاعلى العزم مثل اللي موجودة بالراشد هلا مثل الصورة هون هذا موتور جراحي بشركة كافو هلا المصطلح التاني نحكي انه هو عزم الازالة او بعض الباحثين استخدموا قيمة عزم الازالة لتقييم سطح التماس بين الزريعة والعظم البي اي سي القوة اللازمة لازالة او نزع زريعة تقويمية يعني مرتبطة بشكل واضح بقدرة سطح التماس بين العظم والزريعة على مقاومة قوة الالتواء يعني بعد بدخلت الزريعة وديفكها اعمل لها فتل مرة تانية هي قوة الالتواء هي مرتبطة كتير بتقييم المدى الارتباط بين الزريعة والعظم يمكن استخدام هاي القيمة بشكل غير مباشر في تقييم ثبات الزريعة او الزريعة وقدرتها على اداء وظيفتها هلا الباحثين لو انه عزم ازالة الزريعة غير مساوي لعزم ادخالها لذلك متل ما حكينا لا يرتبط عزم الازالة بدرجة ثبات ورسوخ الزريعة الاولي ومجد الباحثون انه مقدار العزوم التورك انخفض من 8 نيوتن ل 4 نيوتن بعد استخدام الزريعة سريريا ملاحظ انه بعد عدة شهور اندخال الزريعة تختفي جهود الضغط من العظم المحيط بالزريعة بسبب عملية الاستقلاب البون ميتبوليزم اللي حكينا عنها واعادة تشكيل الحاصف العظم بهذا بيؤدي لانخفاض قيمة عزوم الازالة بهيك اللي احنا نكون فهمنا انه العزم اللي دخناه غيرون دخناه بعشرة نيوتن بعد ما تصير عملية اعادة تشكيل العظم والكومبريشن والسترس كومبريشن اللي موجود كان بين العظم وبين الشفرات الزريعة كله خف وقل فبالتالي قيمة العزم اللي هيحتاجه لحتزيل الزريعة هيكون اقل رح يكون مثلا عشر خمسة او ستة مو عشر متل ما دخلته هلأ ما لاحظت دراسات وجود ارتباط دال بين عزم ازالة الزريعة وثخانة طبقة العظم القشري او cortical bone thickness بينما على العكس هناك ارتباط وثيق بين عزم الادخال وزيادة ثخانة وصلابة العظم لانه انا وقت ادخل الزرعة راح احتاج لقوة اكبر في زكان العظم ااسي اكتر لهيك انا في بعض الحالات بضطر ان اعمل بايلوت دريل او حفرة توجيهية هلأ حتى مع ال self draining tads بيعمل حفرة صغيرة بالعظم القشري لحتى قلل قدر الامكان ال insertion torque مشان ما يكون قيمته كتير عالية بالتالي يعمل لي اذية على العظم بعد ما ادخلها ولكن العزم الازالة ما له مرتبط دراسات وجدت انه ما له مرتبط مع ثخانة العظم القشري بالتالي اذا انا حطها مثلا بصفيحة قشرية كبيرة او ثخينة مثل بالفك السفلي منطقة الخلفية ممكن انه ال removal torque ما يكون عالي لهيك مثل ما حكينا وجود طبقة ثخينة من العظم القشري حيضمن ثبات اولي جيد للزريعة ولكن لا يضمن الثبات على المدى الطويل للزريعة وقدرة الزريعة للقيام ووظيفتها في الدعم وهذا بيفسر لي من المحادي حقيقة ان الزريعات الموضوعة طبقة رقيقة من العظم القشري بالفك العلوي ممكن تكون اكتر ثبات على المدى الطويل من الزريعات الموضوعة بطبقة اكتر تخانة من العظم القشري فك السفلي هاي واحدة من النقاط اللي انا استفدت صراحة منها من البحث انه فعليا انا في انواع عظم عاسية جدا وانا طلعت روحي لحتى حط الزريعة فيها وثباتها الاولي كان مثل الصخرة فبعد فترة بتفشل هاي الزريعات خاصة انا بنحكي على الزريعات الموجودة بالزيغوماتيك الانفرازيغوماتيك او اللي موجودة بالبوكل شلف فيها نسبة فشل جيدة هاي الزريعات السبب الفشل الموجود على المدى الطويل هو هذا الموضوع انه انت ما موضوع انه ثباتها للزريعة اللاحق هيكون معتمد على السترس اللي انت حطيته هاي القوة كلها حتضيع بعد ما نصير وبالتالي انت وقت حطيتها بقوة كتير كبيرة العظم تأذى فبالتالي وقت صارت عملية الشفاء او تعطلت عملية الشفاء بالاحرى والبون صار عن طريق اكتر من عملية للبون فبالتالي فشلت الزرعة معك ونجحت باماكن تانية الانسيرشن تولك تبعك كان فيها خفيف لان العظم خفيف مثل الفك العلوي وظلت ثابتة معك هاي نقطة كتير مهمة اتمنى ان يكون وضحتها بشكل كويس للي عم يسمعني السؤال اللي بيطرح نفسه مين افضل قيمة لقياس الثبات السريري للزريعة وقدرتها على انجاز مهمتها هل هي الانسيرشن تورك ولا الريموفل تورك هل العديد من الباحثين اشاروا انه على الرغم من استخدام قيمة عزم الادخال لقياس الثبات الاولي بالتالي قدرة الزريعة على القيام بوظيفتها الا انه وجود علاقة ضعيفة بين هاي القيمة والثبات الاجمال للزريعة جعل من قيمة عزم ازالة الزريعة اكتر فاعلية لقياس قيمة الثبات الميكانيكي للزريعة قدرتها على مقاومة القوى المطبقة عليها فبالتالي الريموفل تورك طبعا انسيرشن تورك مثل ما حكينا هو مهم فقط للثبات الاولي الميكانيكي ولحنا ثبات الزريعة العام مو معتمد فقط على الثبات الاولي معتمد على الثبات الاولي والثبات الثانوي هلأ في سؤال بنترح باستمرار عنا هل هو من الافضل تأجيل تطبيق القوة على الزريعة التقويمية لفترة من الزمن او افضل منطبق عليها بشكل مباشر هلأ بشكل مختلف عن الزرعات السنية اللي بتعتمد على الاندماج العظمي فالزريعة التقويمية بتعتمد في الفترة الاولى بعد ادخالها على الثبات الاولي او الميكانيكية المحكينا بسبب تشابك الحلزنات وضغطها للعظم بين هاي الحلزنات لذلك في تطبيق قوة على الزريعة مباشرة هو امر ممكن وجدت معظم الدراسات المتوفرة اللي قارنت بين التحميل المباشر على الزريعات وبين عدم التحميل اساسا على الزريعات واجدوا اختلافات بسيطة او حتى عدم وجود اختلافات في عملية الاندماج العظمي او في معدل الفشل في الزريعات اللي تم التحميل عليها مباشرة مقارنة بتلك التي اللي تم التحميل عليها فبالتالي حملت او ما حملت نفس النتيجة عم تكون والثبات عم يكون نفسه اضافة لما سبق في العالم وزملائه وجدوا انه نسب نجاح الزريعات اكبر بالزريعات اللي تم التحميل عليها بشكل مباشر اثبتت ملسن وزملائهم انه التحميل المباشر للزريعات زاد من عملية انقسام الخلايا العظمية وزاد من قساوة العظم بجوار الزريعات المحملة مقارنة بالزريعات التي لم يتم تطبيق حمولة عليها فبالتالي عملية التحميل ممكنة وواردة طبعا بس مثل ما حكينا القوة هلأ انا احكي عن الموضوع الى قدام شوي هي الاساس يعني كمية القوة اللي حطبها على الزريع هي الاساس هلأ وجد ميسي وزملائه ميسي طبعا غير ميسي برشلونة او مو برشلونة هلأ حاليا بباريس وجد ميسي وزملائه ان تطبيق القوة واتجاهها ومقدارها كلها عوامل تؤثر على عملية بناء اعادة تشكيل العظم حول الزريعات التقومية هلأ وجدت بعض الدراسات انه كمية العظم القشري فقط هي من كانت اكبر حول الزريعات التي لم تحمل مباشرة مقارنة بالزريعات المحملة مباشرة على العكس كان العظم الاسفنجي اكبر حول الزريعات المحملة بشكل مباشر الزريعات اللي حملت بقوة 200 جرام اظهرت تشكيل عظم اسفنجي اكتر من الزريعات المحملة بقوة 600 جرام وبالتالي هلأ النقطتين اللي حكينا عليهم هلأ من شوي اللي هنه ان القوة ازا كانت خفيفة الى درجة امام بتشكل عظم اكتر من انه لو كانت قوة كتير كبيرة والعظم الاسفنجي هو الاكثر تأثرا بالتشكل اكتر من العظم القشري في حال احنا طبقنا مباشرة على الزريع المناطق العظمية حول الزريعات والمعرض للضغط اظهر التشكل العظمي اكثر من مناطق الخالية من الضغوط طبعا بشرط ان الضغط يكون متحمل فيسيولوجيا ما يكون ضغط كتير كبير بيأدي لأذية للعظم وبالتالي فشل للزرعة نتيجة الريزوربشن اللي حيصير على العظم لذلك وكخلاصة خلينا نحكي تطبيق قوة خفيفة متقبلة حيويا بشكل مباشر بعد ادخال الزريعة تساهم في الوصول لثبات ثانوي مثالي وبالتالي ثبات الزريعة بشكل عام طول فترة المعالجة هنا في دراسة وجدت ان القوة المثالية للتحميل المباشر هي خمسين جرام في دراسات تانية لقيت انه هي ميتين جرام فهي نقول ان احنا وسطيا ما نتعدل ميتين جرام واد نطبق قوة في البداية حتى نضمن انه يصير شفاء جيد في العظم وثبات ثانوي وبالتالي ثبات عام جيد موتويوشي وزملائه انه البالغين اظهروا نسب نجاح اكبر من المراهقين عند تحميل الزريعات مباشرة عزا ذلك لانه كثافة العظم اكبر عند البالغين لهيك اوصى بالانتظار اسبوعين قبل ما نحمل الزريعات عند المراهقين وهي نقطة تانية مهمة مثل ما حكينا كلام نظري كتير ولكن بيكشف لنا جوانب وعيوب كبيرة في تطبيقاتنا السريرية انا حطيت زريعة عند شاب خلين اقول عمره 12-13 سنة مراهق وثباته الاولي كان خطير والعظم نيح وكل شي جيد الافضل اني انا اخر تطبيق القوة عند هذا المريض على الاقل اسبوعين من الزمن لحتى اعطي فرصة للشفاء انه يبدأ لانه الدراسات بعض الدراسات خلينا اقول مثل دراسة متويوشي وجدت انه الزريعات اللي عم تطبق عليها عند المراهقين عم يصير فيها نسب فشل اعلى ما عم يصير فيها تشكل عظمي مثل موجود عند البالغين هلا هيك اليوم منكون لحنا ان شاء الله تعالى خلصنا المحاضرة الجزء الاول من المحاضرة وباذن الله تعالى قريبا جدا نحن نبدأ بالجزء الثاني من المحاضرة وانا حنزلها هاي المحاضرة عندي على قناتي في اليوتيوب باذن الله ممكن اعطيكم الرابط لحتى تدخلوا وتتابعوا بقية المحاضرات ان شاء الله تعالى بتمنى اني كون وصلت المعلومة بشكل مفيد واني ما كن طولت عليكم وزعجتكم بهيك محاضرة يعطيكم الف عافية بتمنى ان شاء الله نشوفكم قريبا